بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته الحديث عن الإمام الحسن الزكي أيها الأحبة حديث شيق وحديث عظيم لأنه حديث عن العظمة حديث عن التضحية حديث عن البطولة والشجاعة والشهامة وحديث عن كل الصفات التي تجدها واضحة صاطعة في شخصية هذا الإمام العظيم ولد الإمام الحسن الزكي في الخامس عشر من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى استجهر صلوات الله عليه في السابع من شهر صفر سنة خمسين للهجرة وعمره الشريف سبعة وأربعين عام عمره الشريف سبعة وأربعون عام هذه الفترة والحقبة الزمنية قضاها الإمام سلام الله عليه في كل جانب من جوانب الفضيلة والعطاء لهذه الأمة طبعا الإمام الحسن الزكي ولد عن حمل داما ستة أشهر وجاءت تسميته من رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قالت الزهراء لأمير المؤمنين يا علي سمه يعني اختر له اسما لأن التسمية هي من حق الأب من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يحسن تعديبه وأن يعلمه القرآن فالتسمية هي من حق الأب قالت يا أمير المؤمنين سمه يعني اختر له اسما فقال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فلما جاء رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين سماه حسنا وقيل أن هذه التسمية جاءت من السماء من جبرئير من الوحي هذه التسمية العطرة وهذا الاسم الجميل الذي هو من أوائل الأسماء في الفترة والحقبة الدينية الإسلامية في ذلك الوقت طبعا الإمام الحسن سلام الله عليه من نعومة أظفاره كان يتمتع بحافظة قوية وذكاء وعبقرية عجيبة فكان يحفظ خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في السنة السالسة من عمره وكان يذكر تلك الخطبة لأمه الزهراء وكانت الزهراء تذكر ما يذكره الحسن الزكي قبل مجيء أمير المؤمنين فيتعجب أمير المؤمنين يقول يا فاطمة من أين علمت هذا؟ فتقول ولدك الحسن أخبرني بما دار بالمسجد أخبرني بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أنه ورد أن أمير المؤمنين أراد أن يسمع لولده الحسن كيف يخطب كيف ينقل خطبة جده المصطفى فسألته أمه ذات يوم وكان أمير المؤمنين في زاوية من زوايا البيت يريد أن يسمع ما يقول ولده الحسن فشعر لذكائه وعبقريته بذلك فقال أمه لقد كل بياني وعجز لساني لعل سيدي يرعاني فخرج أمير المؤمنين ضمه إلى صدره الحسن الزكي امتاز بجملة من الملكات والصفات ممكن أن نلخص بعض الصفات في هذه العجالة يعني من تلك الصفات أولا العبادة والخشوع الإمام الحسن الزكي كان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر الصراط بكى وإذا ذكر الجنة والنار بكى إذا أقبل يتوضأ يرتجف كالسعف إذ تلاعبها الريح فيسأله من يراه يا ابن رسول الله ما الذي حل عليك لم يكن بك سوء قبل ساعة فيقول أولا تعلمون أمام أي جبار سأقف ورد في بعض الأخبار أنه إذا أقبل إلى المسجد يشخص ببصره نحو السماء فيقول إلهي عبدك ببابك مسكينك ببابك سائنك ببابك فقيرك ببابك يعني هكذا ينبغي الولوج إلى المسجد أما أن البعض حقيقة يعني يدخل إلى المسجد بغير تهيئة و بغير استعداد ويعني يتخذ المسجد يعني مجالس البعض يتخذ المساجن مجالس للأحاديث بل ربما للغيبة و لذكر فلان و فلان و غير ذلك وهذه يعني حقيقة مصيبة من المصائب المساجد وضعت للعبادة وهكذا كان الإمام الحسن في قمة الخشوع والعبادة هذه الحالة من الخشوع إذا ذكر الموت بكى يقف على باب المسجد عبدك ببابك مسكينك ببابك الخشوع أمر أساس في العبادة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و لابد أن تكون العبادة فيها خشوع لأن من الأمور الأساسية في إجابة الدعوة أن تكون الدعوة بحالة من الخشوع فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ذكر بعض المفسرين قالوا إذا فرغت من الصلاة الخاشعة الصلاة الخاشعة أما الصلاة التي ليس فيها طعم ولا لون ولا رائحة ولا توجه ولا خشوع وإنما بمجرد أن يكبر المصلي يجول ويصول بفكره في كل مكان ولا يتأمل وقوفه بين يدي الله عز وجل وبالتالي تكون الصلاة ليس فيها خشوع ولا توجه لا الصلاة الخاشعة فإذا فرغت فانصب قالوا إذا فرغت من الصلاة الخاشعة فانصب بالدعاء فإن الدعاء بعد الصلاة الخاشعة مستجاب فأول صفة من صفات الإمام الحسن الزكي صفة العبادة صفة الخشوع حتى إذا خرج للحج ورد في التاريخ أنه حج خمسة وعشرين سنة ماشيا والنجاء ابتقاد بين يديه وكان يتنكب الطريق حتى لا يؤذي المارة حتى ورد أنه يعني مر عليه بعض الحجيج فلما رأوا الإمام يمشي ترجلوا من على رواحلهم وأيضا كان سعد بن أبي وقاص ذات مرة رأى الإمام يمشي نحو البيت متوجه نحو البيت الحرام فنزل من على راحلته وصار يمشي من خلفه فالإمام هكذا يعني كان يحج ماشيا كان يبكي من خشية الله بمجرد أن يذكر الموت يبكي تسيل دموعه على خديه هكذا كان الإمام سلام الله عليه بين يدي الله عز وجل بهذه الحالة من العبادة بهذه الحالة من الخشوع بهذه الحالة من الانقطاع والتوجه إلى الله تبارك وتعالى هذه واحدة من الصفات بعد من صفات الإمام الحسن الزكي الهيبة الإمام الحسن كانت له هيبة الملوك وسماء الأنبياء حتى ورد بالتاريخ أنه إذا يعني جلس عند باب داره كان يجلس أحيانا عند باب الدار يعني يقضي حوائج الناس يعني يفرش له حصير على باب داره يجيب على مسائل الناس يقضي حوائجهم فورد أنه إذا جلس انقطعت المار لهيبته المار تنقطع كانت له جلالة كانت له هيبة الإمام الحسن سلام الله عليه وورد في التاريخ من صفاته أيضا صفة العلم حتى لما كان في نعومة يعني أظفاره في السنة السادسة والسابعة من عمره كانت ترد المسائل على الخليفة الأول فيعجز عن الإجابة يعني عليها ثم يحيلها إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه فكان الإمام يحيل كثير من المسائل إلى ولده الحسن وأحيانا يقول اسألوا أحد الغلامين يعني الحسن والحسين وكما ورد في قصة ذلك الحاج الذي أكل بيض نعام وعجز لما سأل في مجلس الخليفة الأول وسأل فقهاء المسلمين فعجزوا وأرسلوا على أمير المؤمنين قال اسألوا أحد الغلامين فسألوا الحسن فأجاب ثم قال أمير المؤمنين إن الذي فهم هذا الغلام وعلم هذا الغلام هو الذي علم سليمان بن داود إشارة إلى أن الإمام كان يجيب على المسائل المستعصية وكان الإمام بحر متلاطم من العلم ومن المعارف كم من المسائل التي كانت تحال إلى أمير المؤمنين كان يجيب عنها الحسن الزكي بل يعجز التاريخ أن يأتي بمسألة سئل عنها الحسن الزكي فحار في جوابها فجانب العلم جانب الحلم أيضا الإمام الحسن كان حليما كان يعني بحالة من الأنات والحلم ورد في التاريخ أنه كان له غلام وهذا الغلام يعني كسر رجل شاد فسأله الحسن الزكي ربما كان عند حالة من التحريض تعرف يعني المسلك على كل حال الأموي ومناوي الإمام الحسن والإمام بالمناسبة أكثر من مرة تعرض لعملية اغتيال ونجى الإمام سلام الله عليه وشوهت صورة الإمام أيضا وبل يعني وصم الإمام عن طريق الكتاتيب الذين اتخذهم معاوية وكان يعني يدفع لهم الأموال الطائلة لتشويه صورة الإمام الحسن فذكروا أنه كان يعني مزواجا ومطلاقا ولكن يعجز التاريخ أن يأتي بأسماء الزواجات المزعومة التي قيل أن الإمام الحسن تزوج مجموعة من النساء وذكروا أرقام يعني عجيبة لا يمكن للعقل أن يتصورها بالتالي الإمام الحسن تعرض لهجمة شرسة عن طريق الإعلام الأموي وجملة من الروايات بل أغلب الروايات كانت تارد عن طريق المدائن والمدائن على كل حال يعني هو في علم الرجال ضعيف وروايات مكذوبة روايات ضعيفة كانت تريد أن تنال من شخصية الإمام الحسن الزكي وبالتالي الإمام الذي يعني التاريخ الذي أحصى أنفاس الإمام الحسن الزكي يعجز عن أن يحصي أسماء الزواجات التي زعم أن الإمام يعني تزوج كما من النساء وطلق كما من النساء وهذا كله تهريج كما نال الحسن نال الأمير المؤمنين ونال الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين على كل حال جانب الحلم فهذا الغلام كسر رجل شات فسأله الإمام الحسن لما فعلت ذلك؟ قال لأجلب لك الهم والغم فقال الإمام سلام الله علي قال وأنا أريد أن أجلب لك الفرح والسرور فأعتقه قال إذا فأنت حر أعتقه أيضا من صفات الإمام الحسن التي يذكرها التاريخ ويصف واضحة الكرم والسخاء والجود بل هذه الصفة من أوضح الصفات في شخصية الإمام الحسن حتى عده يعني المدارس الأخرى عدت الإمام الحسن من كرماء العرب العشرة ورد بالتاريخ أن هناك أحد التجار يعني خسر أمواله وبضاعته وتجارته فأقبل على الإمام الحسن يشكو حاله وأنشد شعرا قال لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك رؤية مظهري عن مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته عن أن يباع وقد وجدتك مشتري يعني يقول تشتري ماء وجهي والإمام الحسن وأهل البيت لا يهرقون ماء وجه أحد أبدا كان يقول للسائل اكتب حاجتك على الأرض حتى لا يرى وجه السائل فهنا لما سمع الإمام هذا الشعر لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك رؤية مظهري عن مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته عن أن يباع وقد وجدتك مشتري تأثر الإمام الحسن الزكي وأمر له بـ 12 ألف دينار 120 ألف درهم وكانت توضع في صرر يعني كل صرر 300 أربعمائة خمسمائة وتوضع كل عشر صرر في صندوق ثم أمر الغلمان أن يحملون له الصناديق ودفع أيضا له جبته وأنشد الإمام شعرا يقول لعاجلتنا فأتا كوابل غيثنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري يعني إن تجيتنا على حين غرة وعجل عاجلتنا فأتا كوابل غيثنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري فاخذ القليل 12 ألف أو 120 ألف درهم يقول قليل فاخذ القليل وكن كأنك لم تكن قد بعتنا وكأننا لم نشتري يعني هذا ليس ثمن لماء وجهك ماء وجهك محفوظ وأيضا سائل آخر يعني أعطاه من كوة الباب أربعة آلاف درهم وقال خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة وبقى واقف يقول للإمام ما لك أو استقللت العطاء قال أنا أبكي كيف يأكل التراب جودك ثم أنشد ما خاب والله من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة أنت جواد أنت مفتخر أبوك قد كان قاتل بالتالي يعني هذه الصفات العظيمة صفة الكرم صفة السخاء صفة الجود صفة النجدة صفة الحلم صفة العلم بحر من العلوم والمعارف المتلاطمة صفة الخشوع والعبادة هذه جملة وغير ذلك من الصفات والملكات العظيمة والعظيمة في شخصية هذا الإمام العظيم الإمام الحسن الزكي صلوات الله عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعته واتباع هديه وسبيله وأن يحشرنا معه في زمرة محمد وأهل بيته الطيبين إنه سميع مجيب وهو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة